موسيقى السلام عليكم ورحمة الله تبارك وتعالى بركاته مرحبا بكم أخوات الإيمان والإسلام في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم نسمات الروح على قناتكم قناة الحياة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الشهر عليكم خيرا ومنة ويمنا ورحمة وبركة وأن يتقبل منا صيامنا وقيامنا ويختم لنا بالصالحات أعمالنا يا رب العالمين الحياة أن النهاردة كنت في احتفال خير أجناد الله في الأرض كنت في احتفال القوات المسلحة احتفالا بالعاشر من رمضان ويعني شرفت أني كنت المتحدث أمام هذا الجمع من السادة الضباط وعلماء الأزهر والصديق العزيز الرجل المحترم اللي ليه كل احترام وتقدير دكتور عبد الحياة عزب رئيس جامعة الأزهر وسادة من كبار علماء الأزهر الشريف وأعضاء مجمع البحوث الحياة تذاكرنا هذه المناسبة مناسبة العاشر من رمضان العاشر من رمضان يجب أنها ما تمرش علينا مرور الكرام العابرين كده إنما يجب أننا نقف عندها تأمننا حاجة مهمة جدا عاوز أقول لكم عليها وفي غاية الأهمية وهي إن ربنا سبحانه وتعالى جعل كرامة الأمة دي في القتال جرام كرامة الأمة وعزة الأمة في القتال إحنا كنا في حالة يرثى لها قبل تلاتة وسبعين قبل العاشر من رمضان كنا في حالة يرثى لها كنا مساكين بمعنى الكلمة أمورنا مهددة حدودنا مهددة ومخترقة الأراضي بتاعتنا محتلة ليست لنا كلمة لا في المحافل الدولية ولا في المحافل العالمية ولا في المحافل الإقليمية ولا في المحافل الإفريقية ليس لنا وزن كل الكلام اللي بيطلع من قلوبنا كان كلام مخلوط بمرارة وألم ويمكن كان يشترك في هذه المرارة وهذا الألم كل أطياف الشعب وكل أصناف الناس محدش فينا من اللي عاشوا في هذه الأيام كان سعيد على الإطلاق إنما كان كلنا عزيمة وكان كل الناس عندها نوع من أنواع الإيمان بالله سبحانه وتعالى ثم بجشنا جشنا العظيم اللي ربنا سبحانه وتعالى أراد أنه تتحقق على إيديه عملية مش نصر أكتوبر أو نصر العشر من رمضان لكن عملية استعادة الكرامة عملية استعادة الكرامة كان البطل الهمام الذي نحسبه شهيدا رئيس أنور السادات رحمة الله عليه رحمة وسعة وغفر له الحقيقة اختار وقت عصيب وقت عجيب يعني وقت مفروض أنه الجيش فيه في حالة تراخي كما كان يزعم الأعداء وكانت الدولة فيه في حالة من حالات الضعف والدين والألم والمرارة وكل اللي أنت ممكن عاوز تشوفه كل حاجة زي ما قلت لك كانت بالكبون كل حاجة كانت في مصر عبارة عن كبونات عشان يكفوا الشعب اللي مش لقين يغطوا يعني يمكن كنا حوالي 30 مليون وقتها على ما أظن كان أو 40 مليون يعني يعني العدد يعني تضاعف طبعا دلوقتي بأنه 90 لكن وقتها فعلا كان العدد من 35 ل40 ربما مليون على أقصى تقدير في الحال لكن عاوز أقول لحضراتكم أنه كنا في حالة من الحالات المؤلمة جدا الجاز اللي هو الكيروسين اللي كنا بنستخدمه في الإضاءة إذا انقطع الطيار بشكل متكرر ونستخدمه في البواجير ما كانش فيه بقى المتجازات انتشرت الحقيقة كان بالكبون القماش الكستور ده كان بالكبون من محلات عمر أفهندي وصدناوي وشكوريل ومعرفش إيه وكده وكان كله الشعب زي بعضه الصابونة صابونة الغسيل اللي الستات كانوا بيغسلوا فيها بيها هدوم أولادهم كانت بكبون كبون كده يصرف على بطاقة التموين مش هكلمك بقى عن الزيت وعن السكر وعن اللحم وعن الفراخ لا في موضوع الفراخ ده يمكن على الجيته بعض الأفلام في الوقت ده موجة أفلام السبعينات المرحلة ما قبل الحرب 73 الحرب العشر من رمضان الحقيقة كانت عاوز أقول لكم أنه كان وجود الفراخ في الجمعية يحول المنطقة إلى ساحة شعبية من ساحات القتال يعني يعني موضوع غير طب غير يعني ناهيك بقى عن طفح المجاري الصرف الصحي فيه مشاكل عديدة ناهيك عن المشاكل في المياه مشاكل في كل حاجة في كل حاجة ورغم ذلك كان المواطن حاسس أنه فيه أمل في بكرة وكان الجميع بيعمل لبكرة وكان الجميع بيسعى وشايف أن ما فيش حل خالص نهائي لحالة الأزمة اللي البلاد فيها غير أن إحنا نحارب وهنا بقى أنا عاوز ألفت نظركم لكلمة شائعة على ألسلة المصريين مثل مصري كده بس هذا المثل الحقيقة ما عرفش الناس جابوه منين ما إحنا عندنا بعض الآيات إحنا اللي مقلفينها أنا بس بقول لكم هنا يعني تلقى مثلا يقول لك يقولوا تعالى والأقربون أولى بالمعروف فيش كده خالص إيه والأقربون أولى بالمعروف دي يواحد يقول لك تاني يقولوا تعالى اسعى يا عبد ونسعى معاك ما فيش حاجة اسعى يا عبد ونسعى معاك دي خالص هو ربنا بيسعى ده أنت اللي تسعى وربنا بيدبر بيسدد خطاك أو لا يسدد خطاك تلقى واحد مثلا إيه يكمل آية يقول لك إيه واحد يقول إن الله مع الصبرين يقول له إذا صبروا صدق الله على الصبر ما فيش في الآية خالص إذا صبروا واحد يقول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لا الآية بتقول يا أيها الذين أمانوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأقول الأمر منكم اللي في صورة النساء واحد يقول لك إيه يقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمل ما فيش في القرآن كله ولا آية بتقول إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمل إنما القرآن فيه الآية اللي في سورة الكهف إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات إن لا نضيع أجر من أحسن عمل آيات بنقولها على اللسنة ما هي مش آيات وآيات بنحرف فيها بتحريف تبقى لما يريده ويراه المصريون الكرام الناس الطيبين فلازم نصلح بس البعض برضو بقى من ضمن الحاجات العجيبة جدا اللي انت بتسمحها على ألسنة الناس وهي إنه يقوله إيه بقى خد بالك من الكلام يقوله بس يا سيدي وكفى الله المؤمنين إيه تاني يقوله شر القتال فانت تسمع رصة الآية وكفى الله المؤمنين شر القتال تقول بس صدق الله العظيم دي آية وهي مش آية فيش آية خالص بتقول وكفى الله المؤمنين شر القتال الآية بتقول وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزة جابوا زنقوا منين كلمة شر أو حطوا فيين كلمة شر دية حطوها في قلب الكلمة الكلام برضو بتعرفش هو القتال يعني باختصار ما هو الشر القتال اللي يرجع لك كرنتك ده هو الخير كله القتال اللي يرجع لك عزيتك ده هو الخير كله القتال اللي يحفظ عليك برياءك ده هو الخير كله القتال اللي يحمي حدود بلدك ده هو الخير كله القتال اللي يحمي مقاومات الانتاج في البلد ده هو الخير كله من هنا كان المقاتل بالنسبة لنا هو أعظم مواطن هو المواطن رقم واحد المقاتل هو المواطن رقم واحد لأنه لولا المقاتل اللي عنده القدرة والاستطاعة والقابلية أن يقاتل ما كان يبقى فيه لا تعليم ولا انتاج ولا طعام ولا حياة ولا خير ولا فضل ولا بركة ولا استقرار ولا نوم ولا نوم ما احنا شفنا الأيام السودة اللي عشناها يوم ما اختل الأمن في كل البلاد ما بقاش فيه أمن مين عرف ينام في بيته ده أنا عاوز أقول لكم أنه لم يعني كانت الأمراض النفسية هي العرف السيد عند كل المصريين إلا من راحما ربك سمعنا عن أمراض نفسية عمرنا ما نسمع عنها ناس هجت وثابت البلد ناس هربت ناس حطت متاريس حديد ناس رحت اشترت أسلحة وناس سلحت البيت عملت له زي السلاحليك وبقى فيه كياس رمله وسنج ومطاوي وسككين واللي اشترق اسمه ايه ده بنادق واللي اشترق مسدسات واللي راح وبقى سعر السلاح فوق الخيال وبقى سعر السلاح اضرب الطقف عشرة وبقى تيجي بعض المهربين يستغل الفرصة وتيجي شحنة مطاوي وشحنة سككين وكل عاوز يحمي نفسه وكل عاوز يخلاص الحالة بقت حالة من حالات الانفلات الأمني المخيف ما كانش حد يقدر ينزل يصلي حتى في الجامع الجامع اللي قصد بيته للأسف الشديد لانه الأمن اختل واضطرى بالأمن وبقت الناس في رعب وما حدش كله عتل مدارس عتلة مصنع عتلة أندية عتلة أهاوي حتى الأهاوي عتلة حتى كله في فزح كله في رعب كله في خوف كله في قلق بقنا نسمع عن حوادث تثبيت عارف التثبيت يعني ناس قطع طرق على المحور وعلى في مدال لبنان لا سامع في مدال لبنان في جامعة الدول العربية في فين يعني يعني في أماكن كان يتصور أنها أعلى أمنا من أي مكان آخر الحقيقة كل الكلام ده حصل انقطعت السبل والوسائل والطرق أيام سودة مش حقول مش حقول على غيره أنها أيام سودة الجودة عشناه آه عشناه ربنا سبحانه وتعالى جعل سبب ما حماش الشعب ده منه إلا جيشه إلا جيشه كان ممكن جيشه يقف على جنب ويسيب كلابها على ديابها كان ممكن الجيش يقف يتفرج ويقول إيه إحنا ما علي صف من الاتنين إنما لما ينحزل جيش لإرادة شعب ويحمي هذا الشعب اللي اختار مصيره السياسي وده كلام يستاهل إن إحنا نحطه تاك في قرصنا فعلا ما ينفعش غير إن إحنا نحطه تاك في قرصنا طبعا اللي زايد يزايد واللي يرغي يرغي واللي يتكلم سياسيا وقعد ما إحنا أصلحنا عندنا النشطين على قفة من يشيل فاللي عاوز يتكلم يتكلم واللي عاوز يقول يقوله واللي عاوز يعوج بقه ويقول كلمة عسكر ومش عسكر طبعا طبعا هما لازم يقولوا عسكر لازم يقولوا عسكر ليه علشان من ضمن الأهداف اللي عاملها الصهينة عشان يضربوا الوطن ده إنه يحطموا معنويات جيشك ويحطموا ثقتك في جيشك ويفصلوا جيشك عنك ويحولوا جيشك في نظرك إلى مجموعة من المرتزقة أو الخوانة الحقيقة ده يعني عاوز أقول إنه كلمة قتال دي يعني استخدام الحماية واستخدام الدفاع دي أعظم كلمة من أعظم الكلمات الموجودة في القرآن مش القرآن بيقول إنه القتال شر لا كتب عليكم القتال وهو كره لكم كره لكم يعني إيه يعني حاجة بتكرهوها والنبي نفسه صلى الله عليه وسلم بيقول يعني لا تتمنوا لقاء العدو ولكن إذا لقيت بهم فاثبتوا ما تتمناش إنك تقابل العدو لكن لو لقيته ليس لك حل تاني ما لكش مناص ما عندكش حل تاني غير إنك تقف وتصمد مهما كانت تمن ومهما كانت التكاليف التكاليف دي حتكون على حساب أرواح وعلى حساب حياتنا وعلى حساب ولادنا حيموت وكل كلام دا عاملين حسابه وكل كلام دا عارفينه طريق الحرية زي معلمونا زمان في كتب التربية القومية ليس مفروشا بالورود إنما هو مفروش بالدماء دا أمر مفروغ منه معروف لكن عاوز أقول لحضرتك إنه القتال أحيانا بيكون ضرورة لا مناص منها ولا حيلة منه هو ربنا قاله عسى أن تحبوا شان وشروا لكم عسى أن تكروا شان وخيروا لكم يعني حتى ربنا يقول والله يعلموا وأنتم لا تعلمون أنت اللي مش عارف إنما الحقيقة أحيانا يعني زي ما قال أحمد شاوء يقول لك الحرب في دين لديه شريعة ومن السموم الناقعاتي دواءه أحيانا بيبقى السم ده أحيانا بيطعاموا المريض بالمصل بتعرفيه المكروب حماية للمريض واستنفارا لجهازه المناعي أحيانا بيكون نوع من أنواع التطعيم أمر ضروري وأمر مطلوب في حياتنا كلنا فعاوز أقول إنه في العاشر من رمضان استعاد الجيش التاني كرامة شعب مصر كرامة شعب مصر اللي اتسرقت في حرب سبعة وستين استعادها الجيش في تلاتة وسبعين وإيه وبصيحة الله أكبر وفين في شهر رمضان في شهر رمضان وبصيحة الله أكبر مش هننسى هذا اليوم مدى الحياة لا يضارعه لا يضارعه لا يضارعه بأي حال من الأحوال من فرحة أصابت هذا الشعب إلا الفرحة بتاع التلاتين يونيو لما الدولة تم استردادها مرة تانية ولما الجيش التفح حولين أبنائه ولما الجيش والشعب رجعوا مرة تانية لحمة واحدة بعد ما فرقت بينهم الفتن والأعاصير كلام ده في منتهى الأهمية لأنه إحنا كلنا عايشناه وشفناه الواحد شاف جيشه بيظهر في الملمات جيشه بيظهر في الأزمات ويريت الجيش مهمته كانت مقتصرة على مساء القتالية بس القتال السلمي للقوات المسلحة أمر لن ننساه ولا يمكن أن ينساه عاقل القتال السلمي للقوات المسلحة في المشاريع اللي شايفها يمين وشمال إن كانت طرق وإن كانت محطات تحلية وإن كانت محطات طاقة وإن كانت المشاركة الفعلية والأساسية في حفر القناة وإن كان تحديد مصير دولة بمشاريع سلمية وإلى الآن إلى الآن أنا وإنت قاعدين في المكيفات وبنفطر في بيوتنا وعندنا أولادنا بيخوضوا أشرف وأعرق وأطهر وأعظم وأقدس معركة في سيناء ضد خفافيش الظلام اللي عاوزين ينالوا مني ومنك وينالوا من بيتي ومن بيتك وينالوا من حياتي ومن حياتك اللي حاولوا سيناء إلى ثقنة عسكرية للإرهاب اللي حولوا سيناء إلى مستودع للقتلة والمرتزقة والخوارج الذين ابتلين بهم في هذا العصر الحقيقة جيشنا بيدفع تمن حمايته للوطن غالي والغريب أنهم بيعملوا ده وهم في حالة من حالات الهدوء والسكينة يعني عارف مهما كان عدد الضحايا في القوات المسلحة في أي معركة بيأخذوه خشي كده قابل جنودنا وقابل زباط الجيش تلقى نفسك أنت لمنفعل وهم هاديين أنت لمنتوتر وهم مبتسمين أنت لمندهش وهم مش مستغربين لأنه هو ده اللي عادي بتاعهم هم عاملين حساباتهم على كده هم عاملين حساباتهم على أن عندهم خسائر أيا كان في الأرواح أو المعدات أرخص ما تكون بالنسبة للدفاع عن وطن ما فيش أمن مجاني ما فيش وطن ببلاش ما فيش وطن بيجيلك وإنت قاعد نرتاح من غير ما تدفع تمنه لازم يندفع تمنه أنا عاوز أقول لكم أن في سلاح الحدود والله العظيم بحلف بالله العظيم أفراد لحرص الحدود في أماكن في أماكن لا يتخيلها عفريت يعرف الجن لا يتخيلها الجن وقفين بيعودوا في خدمتهم ما لهمش علاقة بأي بشر بالأسبوع والعشر تيام على ما تتغير عليهم الخدمة ممكن يقضي خدمته طول ما هو وقف بقليل من التعيين أو قليل من الأكل ووقف وصايم وصامد حرس إيه اسأله كده أو أنت بتعمل كده ليه ده بيدفع ضريبة إيه ضريبة بلد ضريبة دم ضريبة وطن بعض التافهين وبعض المرتزقة وبعض أصحاب الأزندات اللي كنا قلنا عنهم زمان وهجمونا عليهم ورجعنا تاني أثبت الواقع إنه فعلا فيه كده بعض أصحاب الأجندات والمأجورين اللي تلعوا وظهروا وبانوا وبشكل ما لا ما بقاش فيه مجال للشكل ما بقاش يشغل في هذه المسألة أي مشغل الحمد لله رب العالمين ربنا أنقذ بلدنا بجيشنا كل التحية لأفراد القوات المسلحة والجيشنا العظيم اللي رفع رأسنا واستردنا كرامتنا مرتين اتنين مرة في تلاتة وسبعين ومرة في تلاتين يونيو كل الاحترام والتحية لأقدس ولأرجل نوعية وطراز من البشر موجودين في الجيش المصري وحيفضلوا بفضل الله سبحانه وتعالى في هذه القامة المتوجة وعاوز أقول لكل جندي في القوات المسلحة والله يا ابني والله أن كل زرة رمل على البيادة بتاعتك وانت في تدريبك أو انت وقف في خدمتك هي في حد ذاتها هي تاج على راسك يوم القيامة وسام على صدرك يوم القيامة حفل تخرجك عندما تلقى الله سبحانه وتعالى فيكافئك على هذا العمل اللي انت عملته أو الدم اللي انت بذلته أو الروح اللي انت بذلته أنا عاوز أقول في آخر نداء في سورة آل عمران اللي هي الآية رقمتين ربنا بيقول يا أيها الذين أمانوا صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون القرآن ما أقول صبروا وصابروا عرفنا صبروا يعني إيه إنما إيه صابروا دي صابروا دي يعني لما عدوك رخر يكون صابر لما عدوك رخر يكون صابر يبقى الأمر يتطلب منك إنك تجيب صبر إضافي على الصبر اللي عندك إنما لاحظ إن كلمة صابر على وزن فاعل أفعال المفاعلة تفيد مشاركة ما بين الاتنين زي كلمة قاتل كلمة قاتل غير كلمة قتل ربنا بقالش واقتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ربنا قالوا اقتلوا لا قالوا وقاتلوا على وزن فاعلوا يبقى مفاعلة ما بين الاتنين يبقى بترد على اعتداء مضاد بترد على اعتداء اعتدي فيه عليك واحد قاتلك فانت قاتلته أهم حاجة أنك تاخد بالك من المادة العام في المسألة إنه في أفعال اسمها أفعال المفاعلة زي الصابروا قاتلوا شاركوا كده زي وذنون الذهب مغاضبا مغاضبا يعني مشاركا لله في غضبه على وزنه مفاعلا زي ما إنما ما قالش وذنون الذهب مغضبا لو مغضبا يبقى هو اللي أخضب الله حشا ده نبي من الأنبياء على عين على رأسنا والأنبياء الأنبياء ما بيغلطوش الأنبياء قد يخطئوا أخطاء البشرية إنما ما يزنبوش ما يعملوش معاصي الأنبياء ليهم قداسة وليهم مكانة وليهم درجة فالأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه ده موضوع الأنبياء ده هنتكلم فيه كتير قوي لأن بعض الناس التبس عليهم موضوع الأنبياء وافتكروا إن فيه أنبياء ممكن تعصي الله سبحانه وتعالى ودول لنا معهم جولات وجولات بمشيئة الله سبحانه وتعالى لكن نرجع مرجوعنا إلى هذا المعنى العظيم إصبروا وصابروا ورابطوا إصبروا وصابروا ورابطوا يعني أي إنسان منيته إيه منيته إن هو يموت في السبيل الله سبحانه وتعالى وده مش حيجاب ببلاش ده أنت لازم تدفع ده ببلاش لازم تدفع ده بدم بحياتك وعشان كده قال إصبروا وصابروا ورابطوا رابطوا دي بقى هي دية اللي بيخاف منها العدو إن يلقاك صاحي في الموقع بتاعك إن يلقاك صاحي في الدفاع بتاعك عشان أنت توقف في مكانك ورابطوا دية اسمه فقه الرباط أو فقه المرابطة اللي هو الجاهزية القتالية أو الاستعداد القتالي يا سلام هو ده بقى القتال في سبيل الله القتال في سبيل الله مش اشتباك بس مع العدو إنما المرابطة أيضا جهات في سبيل الله يا سادة يا محترمين عشان كده قالوا رابطه اللي بيرعب العدو مش الاشتباك اللي بيرعب العدو انتباه اليقظة الحذر الحذر ربنا بيقول في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة إيه وظيفتها القوة تعمل إيه القوة ما أنا بس عاوزة الناس اللي عاوزة تطرمنا زي ما بنترم التعبان ده الناس اللي عاوزة تطرم جيشنا الناس اللي عاوزة تقطع من صوابعنا الناس اللي عاوزة تقص دوافر ومخالب قوتنا بنقول لهم ده هو نازم عندهم قوة القوة دي حتيجي من إيه من الكفاءة القتالية الجاهزية القتالية المرابطة القتالية الروح المعنوية التفاف الشعب حوالين جيشه لأنه جيشه هو من شعبه فالكلام ده هو ده القوة ربنا أمر بدا ده أمر فريضة من الله إن جيشك يبقى على طول جاهز فريضة وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ده اللي حتقدر تخاوف عدوك بيه ترهبون به عدو الله وعدواكم الظن أنتو شفتم إن الإرهابي ما بيسميش عليك وعلي أو الإرهابي مش بيستهدف جيش بس ده بيستهدف أي طفل وأي امرأة أي مصلي خارج من مسجد أي أطفال بيدرسوا في مدرسة أي حافلة ركاب أو أوتوبيس يعني فيه موظفين غالبة عاوزين يرجعوا لأهليهم بلؤمة العيش عاوزين يقطعوا عنك النور عاوزين يسمموا لك المية عاوزين يقطعوا عليك الطريق أظن دول أعدائي وأعدائك مش محتاجين شرح وتحليل مش بيستهدفوا مواقع عسكرية دول بيستهدفوا الكنائس المساجد المدارس الحافلات المحطات المواصلات صح؟ ولا بنتكلم بنوع من أنواع التجاوز علشان كده لازم نكون جاهزين ولازم نكون صحيين فاكر ذو القرنين عليه السلام اللي جيه في سورة الكهف ذو القرنين دوت راح لتلاتة ناس تلاتة ناس راح مغرب الشمس وراح مطلع الشمس وراح بين السدين اقرأ كده قصته وانت حتشوفها حتفهمها من خلال الآيات اللي وردت في آخر سورة الكهف فذو القرنين في الأول لما راح مغرب الشمس ووجد عندها قوما ولما جيه مطلع الشمس وجد عندها قوما لا يكادون يفقهون قولة وفاكر لما جيه بين السدين في حاجة مهمة جدا من القرآن أشار إليها حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولة الناس دول الذين لا يكادون يفقهون قولا يعني يا دوبك مش عارفين لغة حتى ذي القرنين وفهمهم دي علمهم بسيط عندهم حالة بدائية من الحياة الناس دولة راحوا مشاكم لذي القرنين حاجة معينة قالوا إيه أولا ذي القرنين إذا كان راجل قائد عسكري نبي موح إليه من الله إنما واضح إنه كان قائد بدليل إنه بيقول بيقول أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربيه فيعذبه عذابا نقر وأما من آمن وعمل صليحا فله جزاء للحسنة وسنقول له من أمرنا يسر ثم أتبع سببا إنما واضح فواضح إنه كان معا جيش قائد عسكري يعني قائد حربي المهم قالوا له بس إن تجيت اعمل لنا بقى إن ترجل عندك كل حاجة وبتفهم في كل حاجة وعندك إمكانيات لكل حاجة يلا بنلنا ابننا سد يحول بيننا وبين أعدائنا اللي بيفسدوا في الأرض وهنا بقى عاوزك تنتبه هم قالوا إيه بالضبط قالوا إن يا ذا القرران إن يأجوجة ومأجوجة مفسدون في الأرض يأجوجة ومأجوجة مفسدون في الأرض هو بيكلمه عن اتنين يأجوج ومأجوج مقالش يفسدون إنما قال مفسدون طب هم مأجوج ومأجوج دول اتنين المفروض يتقال أن يأجوج ومأجوج يفسدان في الأرض إنما القرآن ما قالش يفسدان في الأرض إنما قال مفسدون للدلال على أنهم كتار موجودين في كل عصر إحنا عندنا دلوقتي عندنا يأجوج ومأجوج موجود في كل عصر يأجوج ومأجوج أهل الفساد موجودين مش هي العلة الفساد يبقى تبع يأجوج ومأجوج زي ما بنقول كل ظالم فرعون وكل عاصي إبليس كل فاسد يأجوج ومأجوج باختصاره من الآخر كل فاسد يا تر عندنا يأجيج وما أجيج عندنا على قفة من يشيل موجودين ومتوفرين محتاجين إيه العلاج هل السد اللي اتعامل اللي طلبوه من ذو القرنين لا العلاج هو كلمة فعل أمر قالها ذو القرنين قال لهم إيه لما بيقولونه فنجعل لك خرجا تاخد كام على أن تجعل بيننا وبينهم سدة قال ما مكن فيه ربي خير أحسن من اللي عندكم إيه اللي مكن فيه ربي رد عليه من ذو القرنين قال فأعينوني بقوة لو ما تعونتوش مع الجيش بتاعكم أو ما تعونتوش مع اللي جاي يحميكم مش حيحميكم ومش حيضر يكمل رسالته معاكم فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردمة هل طالبهم ذو القرنين بحاجة مش موجودة لا قال آتوني زبر الحديد قطع الحديد اللي عندكم كل المعادن اللي عندكم ماتوها حتى إذا سوا بين الصدفين قال انفخوا لاحظ أنه زو القرنين بدأ يدي أردرات بدأ يدي فعل أمر آتوني انفخوا افعلوا أعينوني هو ده أعينوني آتوني انفخوا كل ده أفرغ آتوني أفرغ عليه قطرة قال آتوني أفرغ عليه قطرة تكون النتيجة أنك تتخلص من الفسدة إنما لو قعدنا نتفرج لا حينفع ذو القرنين ولا عشر ذو القرنين حيجي يأجوج ومأجوج من كل ناحية وصوب في ذكر العشر من رمضان نقول إنه خط برليف اللي تم هدمه في العشر من رمضان إنما تم هدمه بفضل الله أولا ثم بأعينوني بقوة ثانيا جيش وشعب يساوي عزة فاصل ونواصل ابقوا معنا ورجعنا لكم مرة تانية بفضل رب العالمين والحياة طبعا أنا منتظر أي اتصالات أو يعني مشاركة معنا في البرنامج إحنا هنتعامل معها على طول مباشرة إنما طبعا على ما أي حد يتصل أنا عاوز أقول حاجة مهمة جدا وهي إنه في مين معي معنا حد حاضر ناخد تليفول أم إيمي أهلا وسهلا طيب أنا عاوز أقول إنه فيه انتشرت على الدعوة لمقاطعة الهواتف الموبايلات بشكل عام لعدة أسباب لسوء الخدمة ردائة الخدمة تهالك الشبكة ارتفاع أسعارها الجشع اللي بنعاني فيه من الفواتير آآ الحقيقة ما بقاش أنا بتكلم بمتال وضوحه الصراحة إن بعض هذه الشركات ما عندهوش ضمير على الإطلاق فيه تعامله مع الشعب إحنا بالنسبة لشركات الموبايلات أو شركات الخطوط الخلوية ديت إحنا بالنسبة لهم عبارة عن مجموعة من الغنائم إحنا غنائم أنا وإنت وهي وكل واحد فينا كل واحد شايل موبايل عارف فطورته قد إيه أنا عاوز أقول المقتدرين والأغنية بيشكوا فما بالكم بالناس العادية وما بقاش الموضوع بالنسبة لنا تليفون بس لا التليفون ده بقى له ضرورة في حياة كل الناس للتواصل الاجتماعي دي شبكة التواصل الاجتماعي فأكلمكم عن النت أقرف خدمة في التاريخ الإنساني على مستوى الكرة الأرضية هو النت اللي في مصر اللي في جمهورية مصر عربية أسوأ ويعني أسوأ وأردأ وأقبح خدمة للإنترنت موجودة في جمهورية مصر عربية خدمة النت في مصر سيئة من كل زاوية من كل ناحية مش عارف أوصفها إزاي إنما في الفلوس بياخدوا فلوس لا تتخيلها يعني بصراحة إحنا كمواطنين بنقولها وبصوت عالي إحنا بنتسرق إحنا بنتسرق طب أخرتها إيه بنتسرق وبنتعمل معاملة سيئة وده إزعان يا تدفع يا ما فيش حرارة ما فيش خط يعني ما فيش خدمة ويعني الحياة بيمنوا عليك بالتكنولوجيا اللي عملوا منها مليارات أموال تريليونات عملوا منها أموال لا حصرة له ده كلام عملته شركات الهواتف بكل أنواح تمام وإحنا الضحايا فأنا أعتقد إن دي أعظم فعلا فكرة تتعامل دلوقت إن إحنا نقطعهم خمس ساعات ندوأهم شوية خسارة نعرفهم قيمة الكلام اللي لازم يتعامل يتعامل به المواطن أنا عاوز يعني نوصل رسالة إنه السيد هنا هو المستهلك وليست السيادة للشركة المقدمة للخدمة اللي ما بقاتش خدمة دي بقات استبداد وديكتاتورية وعقود إزعان ولا مبالاة واخدوا بالكم لا شكاوى بتنفع ولا كلام إعلام بيشفع ولا بيحوّق فيهم بعيد عنك حاجة جلدهم تمسح ما بيستجبوش لأي شيء فطب ما ناخد حقنا بقى ناخد حقنا إزاي نقطعهم خمس ساعات الحملة من خمسة النهاردة لحد الساعة عشرة أعتقد مش كتير إن إحنا نستغنى عن موبايلاتنا خمس ساعات أهوات بيتراوح ما بين إفطار لتراويح بس يدوء يدوء شوية إن الشعب ده قادر على إنه يتخذ قرار ولو لمرة في حياته أنا بنضم للحملة دي وبأعلن دعوتي ليها على الهواء مباشرة إن إحنا كلنا لازم نتكاتف علشان نحمي بعض كمستهلكين مهما كان التامن مهما كان التامن تعالوا نتقمص الاحتجاج الصامت نقول لا مش هنستخدم الموبايل لمدة خمس ساعات من الساعة خمسة للساعة عشرة نجرب نشوف كم واحد واعي من الشعب نشوف كم واحد يقدر يستجيب لحملة وطنية داخل الشعب نجرب ونشوف هنقدر نعمل الفكرة دي ولا هنعيش زي القطيع يعملوا فينا اللي هم عاوزينه لو فشلنا في الخمس ساعات دول محدش يشكي بقى وكل واحد يدبر اموره بمعرفته او باتصالاته او بوسيته او بفلوسه او يدفع وهو ساكت وما يشكيش وما يتكلمش هم خمس ساعات هنقدر كلنا نقفل تليفوناتنا فيهم في لحظة صامتة من تاريخ مصر يبقى خير وبركة يبقى احنا قدرنا نعمل نتيجة صح نتيجة طيبة خمس ساعات وانا انا انا عشمان انا عشمان من باني المواطن بيسامعني وشايفني عنده وعي وكله يبلغ كله ان احنا كلنا نقف مرة واحدة نحافظ على كرامتنا الاستهلاكية عارف يعني ايه كرامتنا الاستهلاكية انا عاوزك تجيلك فاتورة تبقى انت مقتنع بيها يا عم الحاج دول بيحسبوك بالثانية دول جبابرة دول فرعنة دول بيحسبوك بالثانية ده انت لو دست على الايدك ايدك كده على الجهاز غلط بيتحسب يا عم الحاج ده انت لو نسيت والنت الخربان بتاعك دوت لو فتحته وانت خارج برا انت بتلاقي فاتورة بالتلات اربع خمس ست الاف جينيه لو نسيت والنت بتاعك التجوال بتاعك اتفتح بتاع النت برا برا مصر يا استاذ انا وانت عاملين نقوع في فلوس مانهاش اول من اخر بيستفيدوا من تفككنا ما عندناش وعي استهلاكي ولا وعي تضامني لا تعالوا نعمل منظر مشرف وخمس ساعات نقفل فيها الموبايلات مش هيجرى حاجة ايه اللي هيجرى ولا اي حاجة خمس ساعات ولو نجحت الفكرة ولو صعدوا نصعد بس المهم نظهر ان فيه حد قدر يعمل حاجة او احنا قدرنا نفكر مع بعض انا احيي القائمين على الكن على على هذا الاختراح وكلنا معاه وانا عاوز اقول لكم انه التضامن الشعبي هو اللي حامى مصر هو اللي ربنا جعله سبب اللي حامى مصر ان احنا خدنا الامر بجدية وكلنا نزلنا لو نتطلب الامر البلد اتغيرت فارجوكم تعالوا نعمل مع بعض التجربة دي ونقفل موبايلاتنا خمس ساعات من الساعة خمسة للساعة عشر النهاردة تضامنا مع الحملة اللي القصد منها حمايتي وحمايتك والضغط على الشركات دي يحسنوا خدمات النت بتاعتهم الخربانة دي خدمات النت اللي لا قيمة لها تقريبا يعني مقارنة بيدول تعبانة النت عندها شيء مشرف لكن احنا عندنا شيء مخزي للغاية هم شاطرين بس في تحصيل الفلوس مدين ايدهم في كرشك انت وهو وهي بس فقط انما خدمة او حاجة فيها تقوى لله سبحانه يقدموها للناس بجد كلام دا مفيش مش هتحاكوا علينا بعد كده برقاصة ولا بمطربة تفضل تترقص لك وتغني لك وتقوى انت تدكوع ترقص لك وتغني لك وانت تدكوع ما على حساب حضرتك يا أستاذ ما على حساب حضرتك يا هانم كل اللي بيرقصه ويغنوا دول على حساب حضرتك وحضرتك انت حر بقى من خمسة لعشرة هنبدأ الاحتجاج الصامت دا وربنا سبحانه وتعالى قدرنا يمكن كلنا نقدر ان احنا نرجع كرامتنا مع هذه الشركات التي تعاملت معنا كقطيع من العبيد والإماء وربنا قدرنا وقدركم مين معنا ستة مفريدة اهلا وسهلا مرحبا مرحبا بيك يا بنتي كنت عندي بس سؤالين بس بتأسألهم لحضرتك تفضلي انا سامحك تفضلي سؤال اولاني دكتور النساء بتاعي عمل الكشف بتاعه في السيام الصبح والنصيونين فطبعا حضرك عادف ممكن يعمل في نار بالي في نار على البص فهل دا افطر ولا عادي ونصيون ولا ايه تمام السؤال التاني معلش هو سؤال متكرر بس عايز اسمع اجابته من حضرتك نعم زكاة المال على الفلوط اللي في البنك بتبقى على المبلغ بالفايدة لما بتعدي النصاب طبعا تمام ولا على الفايدة من جير المبلغ ولا عايز اسمع اجابتها يعني حاضر سؤالين مهمين السؤال بتاع دكتور النساء ده برضو يتعلق بي الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه طبعا دكتور النساء اه هو فاتح علشان يستمر علشان المرضى بتوعه هما اللي فتحين له عيادته طب انتو المرضى يحتاجوا على الكلام ده احنا لحد امتى يبقى مجني علينا احنا لحد امتى هنبقى المفعول به لحد امتى هنبقى الضحية لحد انتو يا جماعة انتو بتستلزوا بدور الضحية خلاص الدكتور قال بالنهار يبقى بالنهار لا قولوله لا اغير موعدك تعالنا بعد الفطار احنا محتاجين الدكتور يبقى في خدمتنا مش احنا اللي في خدمته يعني مش المفروض ان الطبيب في خدمة المفروض الطبيب في خدمة المريض ولا المريض في خدمة الطبيب المفروض ان المريض هو اللي في خدمة الطبيب ولا العكس انا مش عارف المفروض العكس انا والله انا يعني المفروض الطبيب هو اللي يخدم المريض ويشوف ظروفه ايه يعني كشف نساء والامور قد تتطور الى علاج باجهزة والتعامل الحساس مع النساء طب لين بوز ده او نفسد روحانية الصوم خدوا بالكم ما قلتش افسدنا الصوم الرأي الفقهي في المسألة انه مفيش حصل افطار ان شاء الله صيامك صحيح انما ليه نعكر روحانية الصيام الا لو تطلب الامر طبيا انها تكون في حالة صيام ده موضوع تاني انا مليش دعوة بي الا لو تطلب الامر حالة عجلة للكشف على مريضة انا مليش دعوة بي لكن انا بتكلف الحالات النورمال او العادية ايه اللي بيتدعي ايه ايه الضرورة الى انه الكاه زي ما يجوا لعبوا ماتش كورة في الدوري مثلا ولا في الكاهس قبل الفطار ايه الداعي من تفقتكم القرار لعبوه بعد الفطار ومن خشش في الديلامة بتاعت يفطر ولا ما يفطرشه اللعبة ميتة ويغم عليها فيش الملعب والكلام الفاضي ده شي عجيب وبالمناسبة لما انا كنت من عشر سنين قلت في المباراة الدولية يا اما تلعبوش الماتش يا اما تخلوا اللعبة تفطر علشان ما يفضحوناش في الماتش الدولي اما في الماتش المحلي العبوا بقول الكلام ده بعد الفطار العبوا مباراةكم بعد الفطار ويضر ما دخل اكشار وما فيش اي مشكلة قامت من عشر سنين انا فاكر كويس قوي الدنيا زاطت الدنيا زاطت قالك ازاي انت بتخلي اللعبة تفطر وما عرفش ايه واذكر انه حتى اعلامية اعلامية مشهورة هجمتني هجوم شديد جدا على انه قلت لهم الكلام ده وازاي الكلام ده وما عرفش ايه وعادت اقول لهم ده عمل ولا مش عمل ده امر اللي راحي عقود الاحتراف دي مش بالفلوس دي حلال ولا لا ده مش عمل ما هو الافطار لمشقة العمل من الامور المتاحة حتى المالكية اجازوها للطباخ والخباز ارجعوا لفقه السنة لازم نقرأ المسألة حاصة المسألة لكن الحمد لله رب العالمين كان نص دار الافتاء عبر موقع الالكتروني من خلال امانة الفتوى ان اللاعب المرتبط بناديه بعقد عمل يجعله بمنزلة الاجير الملزم باداء هذا العمل فاذا كان هذا العمل الذي ارتبط به في العقد هو مصدر رزقه ولم يكن له بد من من المشاركة في المباريات في شهر رمضان وكان اغلب على الظن كون الصوم مؤثرا على ادائه الى اخر الفتوى يجوز له ان يفطر ويعود هذا اليوم بيوم اخر ادي ادي الفتوى اللي اتهجمت عليها من عشر سنين الحمد لله رب العالمين امانة الفتوى هو في موقع الالكتروني ايلين هذا الكلام ونحمد الله عز وجل يعني فالمهم يعني فبالنسبة للدكتور النساء قديني قلتلك انت مش هتحصل انك تفطري بس تقدروا ترغيموا الدكتور على انه يعد الموعيد العيادة على الاقل احتراما لشهر رمضان زكاة المال على الفلوس اللي في البنك زكاة المال على الفلوس اللي في البنك كلها زكاة المال ما بتكونش على الفوائد بس وارجوكم وانا بقول لكم على الهوى في رأيين رأي لمعاصر اجتهاد معاصر على عيني وعلى راسي بيعتبر ان الفلوس اللي موجودة في البنك عاملة زي الارض الزراعية اللي بتدر دخل الارض الزراعية اللي بتدر دخل بييجي الزكاة بتاعتها يا اما العشر يا اما نصف العشر ان كانت بتتروي بالراحة وانت قاعد من غير ما تتعب يبقى الزكاة بتاعتها العشر طب لو كانت الارض الزراعية دي بتتروي بتتعب بالنطح بالماء يبقى نصف العشر نصف العسر كده واضحة خمسة في المية يعني تمام طب احنا دلوقتي اعتبرنا الفلوس اللي موجودة في البنك أراضي الزراعية ازاي جبتوا الكلام ده منين قال قياسا على الأراضي الزراعية يبقى الفلوس اللي موجودة في البنك قياسا على الأراضي الزراعية انها المفروض من الدفعش عليها يدفع على الربح بتاعها الفاتوى دي مصيبة لانها ستؤدي إلى الآتي تؤدي إلى ان اي واحد حاطت فلوسه في البنك مش هيدفع زكا واللي هيدفع تمن ده الفقير اللي هيمسك في رقبتك وحنجرتك انت واللي قفتك به يوم القيامة ما ينفعش انكم تطلعوا العشر على الربح وتسيب اصل المال رائد ونايم في حضن البنك اتقوا الله في اموال الفقراء اتقوا الله في فلوس الغلابة ما تعملوش حيلة علشان تحرم الغلبان والفقير انت اعتبرت يا صاحب الفاتوى اللي معاه مئة الف جنيه شحات امالي اللي معهوش مئة الف جنيه نسميه ايه نحات كحات فحات انبقى اللي معاه مئة الف جنيه اعتبرناه فقير ما يدفعش زكا من اصل المال والزكا يدفعها على ربح المال وامالي اللي معهوش المئة الف جنيه اعتبروا ايه اللي معهوش التلاتين الف جنيه اعتبروا ايه يا جماعة اتقوا الله في اموال الفقراء ده انتوا تعملوا الحيلة عشان الناس تأكل الغلابة مش نعمل حيلة علشان نمنع الزكاة عن الناس انا عاوز الفتاوى تميل الى التوسع في اطعام الفقراء تقولي الفلوس مش مكفياني لا يا سيدي هتبقى مكفيك لو اكلت غيرك معاك لو اكلت غيرك معاك في نفس الطبق هتكفيك انما لو انت بخيل ومياب خلفه انما يبخلوا عن نفسه والله الغنيه وانتم الفقراء على العموم حقولها لكم على الهوى فتوى عشرة في المية من الارباح ده فتوى البخلاء الفتوى اتنين ونصف المية من كل المال مضافا الى الربح اذا حال عليه الحاول وابلغ النصاب ده كلام واضح يبقى دفع عن كل الفلوس اللي في البنك اتنين ونصف المية سواء كانت شهادات او او ودائع ادخارية او اموال استثمارية او خلافه كلها يندفع عنها اتنين ونصف المية الا هل بلغت اللهم فشل صلوا على النبي يقول عليه الصلاة والسلام انا من اسعد ايام حياتي كان مبارح حصل ايه جاني شباب مسيحي شباب مسيحي ينتمي لهذا الوطن بيقولولي احنا حبينا نعيد عليك انت وكل المسلمين هنعمل ايه رحنا واحنا مع بعض كده هؤلاء الشباب بيغنوا اغاني كنسية واللي هي التراتيل المسيحية فالشباب المسيحي الجمال دول راحهم رايحين مجتمعين مع بعض وعملوا اغنية لشهر رمضان تصور الجمال على فكرة دي حالة ما تشوفهاش الا في جمهورية مصر العربية حالة ما تشوفهاش الا في مصر فقط لما العاطفة تختلط بالعقل المتزن والمحبة الصادقة لما تلقى شباب مسيحي بيبذلوا جهد ده في التوزيع ده في الفكرة ده في الكلمات ده في التسجيل ده في التترات عملوا بقى الحاجات الفنية بتاعتهم اه فكرة كان الاستاذ ملاك رفعت الكلمات واق الجميل الاداء بتاع صاره معروف الالحان للاستاذ ماجد موسى البوستر للاستاذ مينة فيليب والهندسة الصوتية المهندس الجميل بشوي مجدي عملوا لكم هدية في رمضان بيمسوا عليكم بيها بيقولوا لكم فيها كل سنة انتوا طيبين العمل ده من اخراج الاستاذ احمد عبد الحميد وشوف الجمال بقى كل الفريق المسيحي ده ومعهم المخرج المسلم راحوا مقدمين لك رمضان ده رسالة ليكم يا مسلمين رمضان ده بتاعكم وبتاعنا اسمعوا الاغنية دي وبنقول لهم احنا كمان وانتم طيبين وتلقى في مصر كده حالة غريبة وملهاش زي هي دي بلدك وهي دي طبيعة البلد النادرة اللي عمرك ما هتشوفها في اي مكان تاني في الدنيا بتلقى الدنيا كلها في مصر حب وبيقولوا لكم رمضان ده بتاعكم وبتاعنا شكرا لكم يا شباب مصر من اقباطها ومن مسلميها كل التحية لكم وآآ وقادي رسالة جيالي من القمص بولوس عويدة القمص بولوس عويدة بقيت لي بيقول لي احسنت اليوم الحلقة عن التحريم جعلها الله في ميزان حسناتك نلتقي على خير ان شاء الله وتحية مصر المحب القمص بولوس عويدة وانت طيب وانت كلكم طيبين وتفضلي مصر زي ما انت كده حالة غريبة ملهاش زي استوضعكم الله واركوا بكرا ان شاء الله صلاة وسلاما على سيدنا رسول الله والسلام عليكم ورحمة الله موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة